السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة تطبيقات كتابية تطبيقات كتابية في دفتري هذه الحصة تندرج من الأسبوع الثالث من الوحدة الخامسة مجال الغابة المرجع واحدة الكلمات العربية للمستوى الرابع إذن نبدأ على بركة الله أقرأ النص قراءة صامتة ثم أكمل ضبطه بالشكل التام ثم نقرأ النص إن التفحيم سبب من الأسباب المدمرة للغابات وهو العملية التي يتم فيها استخلاص الفحم الحطبي من الأشجار حيث تحرق الأغصان في محرقة خاصة تسمى المفحمة تعاني غابات جبال الأطلس المتوسط من ظاهرة التفحيم بحيث ينتشر بكثرة بين سكان المناطق الجبلية المحترفين له أو بعض الذين لهم ترخيص بذلك يعمد الفحمة إلى قطع الأشجار من دون أن يميز بينها لكن شجر البلوط الأخضر يبقى المفضل لديهم لإنتاج الفحم وهو المادة التي يكثر عليها الطلب بصفة موسمية كعيد الأضحى وحلول برد الشتاء إذن نقوم بشكل الزمال لغاية المشكولة إن تفحيم سبب من الأسباب المدمرة للغابات وهو العملية التي يتم فيها استخلاص الفحم الحطبي من الأشجار حيث تحرق الأغصام في محرقة خاصة تسمى المفحمة تعاني غابات جبال الأطلس المتوسط من ظاهرة تفحيم بحيث ينتشر بكثرة بين سكان المناطق جبلية المحترفين له أو بعض الذين لهم ترخيص بذلك يعمد الفحمة إلى قطع الأشجار من دون أن يميز بينها لكن شجر البلوطي الأخضر يبقى المفضلة لديهم لإنتاج الفحم وهو المادة التي يقصر عليها طلب بصفة موسمية كعيد الأضحى وحلول برد الشتاء أفهم مما تعاني غابات جبال الأطلس إذن تعاني غابات جبال الأطلس من ظاهرة التفحيم تعاني غابات جبال الأطلس من ظاهرة التفحيم السؤال الثاني لماذا يقطع الفحامة شجرة البلوط الأخضر؟ إذن يقطع الفحامة شجرة البلوط أو شجرة البلوط الأخضر لأنه المفضل لديهم لإنتاج الفحم يقطع الفحامة شجرة البلوط الأخضر لأنه المفضل لديهم لإنتاج الفحم أطبق أستخرج من النص ثلاث نكيرات وثلاث معارف ثم أصنفها في الجدول إذن ثلاث نكيرات الأسماء النكرة محرقة غابات ظاهرة الأسماء المعرفة التفحيم معرفة بالألف واللام ظاهرة التفحيم معرفة بالإضافة المدمرتي معرفة بالألف واللام إذن أعيد كتابة التركيب بعد تحويل النكرات إلى معارف المعارف إلى نكرات مع إضافة ما يلزم تحرق الأغصان في محرقة خاصة تسمى المدحمة إذن تحرق أغصان في المحرقة الخاصة الخاصة تسمى تسمى مفحمة إذن تحرق أغصان في المحرقة الخاصة تسمى مفحمة نقطة إذن السحر جمع النص الجملة التي تندرج عناصرها في التصويمة الآتية حرف ناسخ اسمه وخبره إذن الجملة التي تندرج عناصرها في هذه التصويمة هي الجملة الأولى من النص إن التفحيم سبب إذن الحرف الناسخ إن اسمه التفحيم خبره سبب أكمل كل جملة بما يناسبها الغابة منتزه إذن إن الغابة منتزه إن الغابة منتزه الغابة مضمرة إذن هنا إن الغابة منتزه هنا لدي يلاحظ معي الإسم الأول مرفوع مضمرة منصوب إذن هنا سنحتاج إلى ناصخ فعلي وليس حرفي كانت الغابة مضمرة أو أصبحت الغابة مضمرة التفحيمة إذن سنحتاج هنا إلى ناصخ وإلى خبر والناس سيكونوا حرفين لأن الإسم الأول منصوب إذن لكن مثلا تفحيم خطير لأنه يستنزف الغابات إذن لكن التفحيم خطير مسموحا إذن نقول مثلا صار تجول مسموحا صار التجول مسموحا إذن إن الغابة منتزه كانت أو أصبحت الغابة مضمرة لكن التفحيم خطير صار التجول مسموحا إذن ما أن الإسم الثاني منصوب إذن هنا سننضخل كان أب إحدى أخواتها معنا ناصخ فعلي الإملاء أستخرج من النص أسماء موصول من النص أسماء الموصول ثم أعلل كتابتها إذن أسماء الموصول ورد في النص التي والذي إذن حدفت اللام كتابة في كلمة التي والذين كلمة التي والذين وحدفت اللام كتابة الإنتاج أعبر عن المشهد بسفة 75 اللي هو نص غابة عندلة غابة عندلة الشروط إذن بجمل إسمية دخلت عليها إنا ثم أربطوا بينها لأقومي الفقرة إذن إن إن عندلة سعيدة لأن زوار الغابة ينصتون إلى نصائحها وأبعدوا وأبعدوا موقدة الحطب عن الشجرة إن عندلة سعيدة لأن زوار الغابة ينصتون إلى نصائحها وأبعدوا الموقدة الحطب عن الشجرة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام